موسيقى السلام عليكم طلاب الأعزاء طلاب الصف السادس سنبدأ اليوم بوحدة جديدة هذه الوحدة هي الوحدة الأخيرة الموجودة في كتابنا وهي الوحدة الثامنة والتي تحمل عنوان حسن الخلقي إن شاء الله سنأخذ درس القراءة الذي تبدأ به هذه الوحدة وهو بعنوان صغار النفوس وكبارها إذا انتبهنا إلى العنوان يا سادس نجد كلمتان متعاكستان صغار النفوس وعلى عكسها كبار النفوس فما المقصود بصغار النفوس وكبار النفوس؟ خلنا نتعرف من خلال شرحنا لهذا الدرس والآن سأبدأ بالقراءة صغار النفوس وكبارها خير ما تمدح به أي إنسان قولك فيه إنه ذو نفس كبيرة وشر ما تذم به أي إنسان قولك فيه إنه ذو نفس صغيرة ولولا كبار النفوس في الأرض لكانت جحيما ولولا صغار النفوس فيها لكانت نعيما ومن كان ذو نفس كبيرة كان أنبل من أن يغتاب أحدا من الناس أو أن ينم على أحد فالغيبة والنميمة أقدار لا يستطيب التغلغل في جوفيهما إلا صغار النفوس ومن كانت نفسه كبيرة أبت عليه أن يظهر أمام الناس على غير حقيقته فما خجل بجهله بين العلماء ولا بفقره بين الأثرياء ولا بضعفه بين الأقوياء وإن كان هو على شيء من العلم والثروة والقوة ما زهى ولا تعالى بذلك على الجهلاء والفقراء والضعفاء والذي نفسه كبيرة لا يتكبر على أي إنسان ولا يذل لأي إنسان فهو يعلم أن كرامته لا تصان إلا إذا صان كرامة الآخرين وأن كرامة تقوم على مذلة غيره لمذلة في ثوب الكرامة وكبير النفس لا يقابل الكلمة الطائشة بكلمة طائشة ولا هو يحسد حاسديه ولا يعاد الذين يعادونه ولا يشمت بالذين يشمتون به فنفسه أسمى من أن تنحدر إلى مثل هذه الصغائر وأنقى من أن تتمرغ في مثل هذه الأوحال دعونا بداية ننظر إلى الصورة التي أرفقت مع درسنا باعتقادكم الأشخاص الذين يظهرون في هذه الصورة هل هم نصنفهم كبار النفوس أو صغار النفوس؟ أحسنتم بالطبع هم من كبار النفوس لماذا؟ لأنهم أصحاب أخلاق عالية يقومون بالمساعدة فهم يقومون بتنظيف شارع عام إذن هؤلاء يساعدون ويشاركون عمال الوطن في تنظيف هذه الأرض فهم أصحاب أخلاق عالية الآن خلينا نشرح الدرس نتناول الدرس فقرة فقرة ولنبدأ بالفقرة الأولى خير ما تمدح به أي إنسان قولك فيه إنه ذو نفس كبيرة إذن أفضل شيء تمدح به أي إنسان أن تقول عنه أنت يا فلان صاحب نفس كبيرة ما المقصود بكلمة خير؟ خير أي أفضل ما تمدح تمدح بمعنى تثني تثني وتذكر بالخير ما معنى كلمة ذو؟ أي صاحب نفس كبيرة معنى نفس كبيرة أي صاحب أخلاق حسنة وأخلاق رفيعة إذن هذا أفضل شيء تمدح به الإنسان أن تقول يا فلان أنت إنسان صاحب أخلاق عالية ورفيعة بالمقابل شر ما تدم به أي إنسان ما معنى كلمة شر؟ شر أي أسوأ ما تذم تذم هي عكس تمدح أي تهين وتذكر بالسوء شر ما تذم به أي إنسان أن تقول عنه أنه صاحب نفس صغيرة ما المقصود بالنفس الصغيرة؟ هي عكس النفس الكبيرة قلنا نفس كبيرة أي أخلاق رفيعة وعالية أما نفس صغيرة أي أنه صاحب أخلاق سيئة ولولا كبار النفوس معنى لولا أي بدون كبار النفوس لكانت هذه الأرض جحيم ما معنى جحيم؟ جحيم أي نار وقصد الكاتب بكلمة جحيم أي لا يمكن العيش فيها يعني لا يمكن العيش بدون أصحاب الأخلاق العالية والرفيعة ولولا قلنا لولا بمعنى بدون أي بدون صغار النفوس حكينا صغار النفوس هم أصحاب الأخلاق السيئة لما كانت الأرض ماذا؟ لاحظوا لكانت الأرض نعيما أي جنة إذن بدون صغار النفوس بتكون الأرض جنة طبعا نعيما وجحيما كلمتان متعاكستان أي أن الأرض لو كانت خالية من أصحاب الأخلاق السيئة لكانت نعيما وبدون أصحاب الأخلاق العالية لهم كبار النفوس في الأرض تكون الأرض جحيما الفكرة في الفقرة الأولى هي أن الكبير كبير النفس وبه تكون الدنيا نعيما والصغير هو صغير النفس التي تكون الدنيا به جحيما ومن كان ذا نفس كبيرة؟ من؟ هنا هي اسم وصول بمعنى الذي ذا أي صاحب إذن من كان صاحب نفس كبيرة خلينا نأخذ مواصفات صاحب النفس الكبيرة أولا كان أنبل أنبل من أن يغتاب أحدا من الناس ما المقصود بأنبل؟ أي أشرف أنبل أي أشرف من أن يغتاب معنى يغتاب؟ يغتاب هي مأخوذة من الغيبة فما معنى الغيبة؟ الغيبة هي أن يتحدث أحدكم عن أخيه المسلم بما يكره أحدا من الناس أو أن ينم ما معنى ينم؟ أن ينقل الكلام لنشر الفساد إذن في فرق بين الغيبة والنميمة الغيبة أنك تتحدث عن أخيك المسلم بما يكره أما النميمة أنك تنقل الكلام حتى تنشر الفساد إذن صاحب النفس الكبيرة أي الأخلاق عالية أخلاق أفضل وأعلى من أن ينم على الناس وأن يغتاب الناس لماذا؟ لأن الغيبة والنميمة أقدار ما المقصود بأقدار؟ أقدار أي أخلاق سيئة لا يستطيب ما معنى لا يستطيب؟ أي لا يحب أي لا يحب التغلغل ما معنى التغلغل؟ أي الدخول والتعمق في جوفيهما المقصود بجوفيهما أي أعماقهما إلا من؟ إلا صغار النفوس إذن هذه الأقدار والأخلاق السيئة لا يحب الدخول فيها إلا من؟ إلا صغار النفوس أي أصحاب الأخلاق السيئة الفكرة من هذه الفقرة هي نبذ الغيبة والنميمة فكبير النفس لا يغتاب ولا ينم على أحد ومن كانت نفسه كبيرة أبت عليه أن يظهر أمام الناس على غير حقيقته من حكن اسم موصول بمعنى الذي كانت نفسه كبيرة أبت؟ ما المقصود بأبت؟ أي رفضت إذن الذي تكون نفسه كبيرة وأخلاقه عالية ترفض نفسه عليه أن ماذا؟ أن يظهر أمام الناس على غير حقيقته إذن صاحب الأخلاق العالية بيرفض أن يظهر أمام الناس على غير حقيقته فنحن ماذا نسمي الإنسان الذي يظهر أمام الناس على غير حقيقته؟ نسمي إنسان مناثق أحسنتم إذن إنسان المنافق هو الذي يظهر شيء ويخفي شيء داخله فالإنسان اللي بيظهر على غير حقيقته أمام الناس بغرض أن يريد المدح من هؤلاء الناس أو يريد أن يفتخر ويتعالى على الناس هذا الإنسان نسميه مناثق لأنه لا يظهر على حقيقته فمثلا إن كان جاهلا ظهر أمام الناس على أنه عالم كبير لكن في الحقيقة هو جاهل لاحظوا الآن يا سادس سأعدد صفات كبار النفوس أول صفة أنه نفسه بترفض أنه يظهر أمام الناس على غير حقيقته ثانيا ما خجل بجهله بين العلماء أي أنه ما بيخجل بجهله أمام العلماء جاهل ليست بمعنى أني لا أحب العلم أو جاهل في جميع المواضيع بل جاهل في موضوع معين مثلا أجلس بين مجموعة من الأطباء يتحدثون بالطبع في مجال طبي أنا كإنسان لم أدرس الطب أجهل هذا الموضوع الذي يتناقشون فيه فلذلك أنا لا أخجل أنني أجهل هذا الموضوع بين الأطباء وصاحب النفس الكبير لا يخجل بفقره بين الأثرياء ما المقصود بالأثرياء أي أصحاب الأموال ولا يخجل بضعفه بين الأقوياء وإن كان هو على شيء من العلم والثروة والقوة يعني يا سعد الصاحب النفس الكبير والأخلاق العالية إذا كان صاحب علم وثروة ثروة قلنا أي كثرة المال والقوة طبعا القوة بجميع أنواعها قوة جسدية قوة بالعلم قوة بالمال إذن إذا كان بتمتع بجميع هذه الأشياء ماذا يفعل للناس الأقل منهم؟ ما زهى ولا تعالى؟ إذن ما زهى ولا تعالى؟ ما المقصود بزهى؟ يعني ما تفاخر وتكبر على هؤلاء الناس؟ إذن الفكرة في هذه الفقرة يا سادس تتحدث عن صفات كبير النفس والذي نفسه كبيرة لا يتكبر على أي إنسان إذن صاحب الأخلاق الرفيعة والعالية لا يتكبر على أي إنسان بل يكون متواضع ولا يذل يذل أي يهان ولا يهان لأي إنسان وكلمة الذل والتكبر كلمتان متعاكستان إذن لماذا لا يهان هذا الشخص لأي إنسان؟ لأنه يعلم أن كرامته لا تصان إلا إذا صان كرامة الآخرين ما معنى تصان؟ أي تحفظ هذا الإنسان يعلم أن كرامته لا يمكن أن تصان أو تحفظ إلا إذا حفظ وصان كرامة الآخرين فكرامة الآخرين هي كرامتي وكرامتي هي كرامة الآخرين وأن كرامة تقوم على مذلة غيره لمذلة في ثوب الكرامة لاحظوا يا سادس هذه الجملة يوجد بها صورة فنية وهي أن الكاتب شبه المذلة والكرامة بأثواب تلبس ومعنى هذه الصورة أن إنسان إذا كان يهين الناس وبالتالي بيحافظ على كرامته ورفعته هو بين الناس فهذا الإنسان في الحقيقة مخطئ لأنه بذل نفسه في حين يعتقد أنه بيحافظ على كرامته وهذه الكرامة ثوب خلعه في هذه الحالة ولبس ثوب المهانة لأنه لم يحافظ على كرامة غيره الفكرة الرئيسية في هذه الفقرة أن كبير النفس لا يتكبر على أي إنسان ولا يذل ويهان لأي إنسان ننتقل إلى الفقرة الأخيرة وتكمل صفات كبار النفوس وكبير النفس لا يقابل الكلمة الطائشة بكلمة طائشة من مقصود بي طائشة أي كلمة متسرعة أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فيجرح بها الإنسان ولكن كبير النفس لا يرد على هذه الكلمات وأرجو منكم أن تنتبهوا لكلامكم لكي تكونوا من كبار النفوس أيضا هذا الإنسان لا يحسد من يحسده ما المقصود بي الحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها وانتقالها إلينا إذن أنا بحسد فلان يعني إني بتمنى أن تروح النعمة من عنده وتنتقل إلي فصاحب النفس الكبيرة ما بيحسد يلي بيحسده وهو أيضا لا يعادي من يعادونه ما معنى يعادي؟ أي يحارب أي الأشخاص الذين يعادونه ويحاربونه ولا يعاديهم أيضا ولا يشمتوا يشمت أي يستهزئ إذن هو لا يستهزئ ولا يشمت بالأشخاص الذين يستهزئون به ويشمتون به فنفسه أسمى أسمى أي أرفع أسمى من أن تنحدر ما معنى حكينا أسمى أي أعلى وأرفع تنحدر أي تقع أو تنزل إذن لماذا هذا الإنسان لا يشمت بالذي يشمت به ولا يحسد الذي يحسده ولا يعادي الذين يعادونه لأن نفسه أعلى وأرفع من أن تنزل إلى مثل هذه الصغائر الصغائر أي الأخلاق السيئة كما قلنا ونفسه أنقى أنقى أي أطهر وأصفى من أن تتمرغ تتمرغ أي تنغمر في مثل هذه الأوحالي الأوحالي هو التراب المخلوط بالماء وهنا يرمز إلى الأخلاق السيئة الآن قوموا بفتح الدرسية معي صفحة 41 لنقوم بمراجعة أهم ما تم أخذه صغار النفوس أي أصحاب العقول الدنيئة كبار النفوس أصحاب العقول الراقية يغتاب أن يتحدث عن أخيه المسلم بما يكره ينم أن ينقل الكلام لنشر الفساد ما زهى ولا تعالى أي ما تكبر الأوحالي التراب المخلوط بالماء وهي تدل على الأخلاق السيئة جوفيهما أي أعماقهما الأثرياء الأغنياء لا يشمت أي لا يسخر الصغائر هي الذنوب أنقى أي أطهر وأصفى تتمرغ أي تنغمر وتختلط ذو بمعنى صاحب تندح أي تثني تذم توهين ذا صاحب أنبل أي أشرف التغلغل أي الدخول أبت بمعنى رفضت تصان أي تحفظ أسمى أي أعلى تنحدر أي تقع والأفكار الرئيسية الفكرة الرئيسية في الفقرة الأولى كانت أن الكبير كبير نفسي وبه تكون الدنيا نعيما والصغير صغيرها صغيرها وبه تكون الدنيا جحيما في الفقرة الثانية كبير النفس لا يغتاب ولا ينم على أحد في الفقرة الثالثة صفات كبير النفس الفقرة الرابعة كبير النفس لا يتكبر على أي إنسان ولا يذل لأي إنسان والفقرة الخامسة والأخيرة كانت تتحدث عن كبير النفس أنه لا يقابل السيئة بالسيئة ولا ينحدر للصغائرين إلى هنا طلاب الأعزاء تكون قد انتهت حصتنا لهذا اليوم ويعطيكم ألف عافية